مثال فول قبل ما هتكلم على موضوع الفيديو النهاردة بص يا جماعة في حاجتين مهمين اول حاجة اللي ما بيحبش ان انا اتكلم في حاجة خاصة بعمر الدياب او الموضوع مبالغ فيه والله يا جماعة ما فيه مواضيع تاني الفترة دي الوقت ده وقت عمر الدياب لما تامر كان بينزل انا فيه يوم عملت فيه فيديوهين ورا بعض لاغنيتين لتامر ونفس الكلام لما بيكون فيه فيلم او مسلسل جديد يستاهل ان احنا نتكلم عليه باتكلم طبعا لكن مفيش حاجة دلوقتي مفيش حاجة غير عمر ولما يكون عندي حاجة جديدة لا عمر اكيد هتكلم عنها ودي اول حاجة تاني حاجة اللي ما بيحبش كلمة مساء الفول اعمل ليه طيب هي بقت موجودة معايا حتى بقولها الصبح يعني هل انا مختل مسلا اقولها الصبح وبقول مساء الفول اكيد انا مش راجل يعني بتعالج يعني يعني معلش اللي متدق قوي كده مني واللي مش عايز ان انا مش عايز نتكلم عن عمر دياب ممكن ما يشوفنيش يعني انا اتشرف بكل الناس اللي بتشوفني فنانين مطربين لعبة كرة ناس بسيطة اطفال رضع كل الناس بحبوهم النهاردة هنتكلم عن اغنية وانا معاك وانا معاك اغنية جديدة لعمر دياب هتنزل قريب من كلمات خالد تاج الدين والحان خالد عز وتوزيع عدل حقي خالد تاجدين يا جماعة اللي ما عرفوش كده عارفينه عامل اغاني جمدة جدا ابتدت بقبل الوضع قرب هنا لعمر دياب بعد كده عامل ليل نهاري وصاد عيني قدام عيونك وماله طميني حلوة الايام لفتها بلاد ياما ياما بقى كلماته والحان يعني كلمات خالد تاجدين والحان خالد عز ده فريق العمل بتاع اغنية وانا معاك الجديدة بس خالد تاج عمله يعني عمل اغاني كتير لعمر واخيرة حلوة لبدايات المرحن خالد عز ابتدى مع عمري دياب بحاجة كارثة كنبيلة وهي بعد الليالي بعد كده عمله علم قلبي الغرام بعد كده قل الوضع بعد كده كان مشترك في الحان في لحن حبيبي عمري بعد كده عمل اغنية حنيت انا بفتكر معاكو على فكرة بفيش سكريبت بس يعني ده بعد كده بعدت ليه هو اللي عملها برضو بعد كده ايه تاني في الفترة بعد كده بقى ما عملتش حاجة تانية بعد كده اغنية ياما زي ما قلتلكم ودلوقتي عامل محسود المكسرة الدنيا والترند وكل المطربين بيغنوها طبعا انا ما يفعش اغنيها لان انا علاقتي بالشعر والملحنين يعني حرام حرام تتقطع يعني حرام مع عمر دياب او الاكاون بتاعه يعمل لي بلوك ليه يعني عشان يسمعوا صوت زي ده يغني بس طبعا عادل حق بقى عادل حق باسن الله منزل مصر هشوفه بأتكلم بأعملكه حلقة معاه لانه يعني عادل حق ده موسيقار كبير جدا غير انه هو موزع يعني هو موسيقار جميعا آآ عادل حق من اول اغانية اللي عملها قبل كده هي اغيب اغيب قدام عيونك دي كتأول اغنيتين مع عمر دياب لما راجع بقى من اسبانيا لانه عادل الحق كان عايش في اسبانيا فلما راجع عمل اغنيتين دلو عمر بعد كده عمله بقى ابتدى مع آآ البوم آآ آآ بناديك تعالى خدوا بالكم الالبوم ده بالنسبالي بعد علم قلبي كنقلة موسيقية في تاريخ عمر تيب. ومعهم تملي معاك طبعا. يعني التلاتة دول من وجهة نظري. فعادل حقي موسيقيا من اقوى الموزعين في الساحة دلوقتي. واتمنى يكون من الاربعتاشر اغنية ولا عشرة. لانه فيه ممكن اربعة يكونوا بتوع السنجل السنجلات اللي تحطت في الصيف. من العشرة اتمنى مسلا سبع العادل حقي. حلاوة. بس ده اللي عندي النهاردة. قولوا انتم ايه رأيكم? ويهي ده وقعاتكم الالبوم عمر? ويهي ده وقعاتكم البوسترات بعد كده? بس ده اللي عندي النهاردة لو بتشوفني على اليوتيوب. تقريبا ما بقيتش هنزل على فيسبوك كتير دلوقتي. لو بتشوفني من على اليوتيوب. اشتراك في القناة فعلى الجرسة عشان تكون اول واحد تتابع فيديوهاتي لو بتحب بقى عمر دياب تامر مسلسلات رمضان حاجات هتسمعها من اوائل الناس اللي هيتكلم عليها هنا وهقول رأي بكل صراحة انا عاشق لعمر دياب لكن مش معنى كده ان كل حاجة هولي عليها حلوة. بس. ده اللي عندي النهاردة. اشوفكم على خير. سلام.